طيب بهدف تقديم محتوى متنوع ومتواصل للطفل دكتورة إناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تابعت مع الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل خطة الأنشطة التي قدمت خلال النصف الثاني من الموسم الفني 2020-2021 والتي شملت أربع محاور عمل تضم عروض كرتونية وحية متنوعة واحتفالات قومية وعامة طيب عشان نتعرف أكتر على خطة اهتمام وزارة الثقافة بالطفل في الفترة طبعا اللي جاية بيساعدنا أن نحن يكون معانا عبر الهاتف دكتور محمد عبدالحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل دكتور محمد في البداية برحب بحضرتك على شاشة أكسف نيوز لو تعرفنا أكتر على التفاصيل الأربع محاور اللي اعتمدتها وزارة الثقافة في طبعا خطة العمل المركز القومي لثقافة الطفل أهلاً مستهلاً بحضرتك وكل المشاهدين في الحياة أحمد معيشنا مع معالي وزير الدكتور أناك عبدالحيم والدكتور هشام عزمي الأمين عام المجلس الأعلى للثقافة الخطة التي سوف نتبحى خلال الستة أشهر القادمة وهي كانت أبارة عن أربع محاور زي ما حدثت ذكرت المحور الأولاني وهو وسائل التواصل الاجتماعي نشطنا على وسائل التواصل الاجتماعي وده أمر في الحقيقة من ساعة لحظة كورونا وبداية الخضر والمسأل قد بدأ في تفعيل منصات الألكترونية وعندنا أربع منصات عندنا قناة المركز القوم على الاتقافة على اليوتيوب والحمد لله يعني إحنا وصلنا عملنا ريتشنج وصول لحوالي مليون وسبعونية ألف وحوالي ما يطلب من ستومية وفلسين ألف ومشاهدة وألف ومثلين فيديو وحوالي أربعة واربعين برنامج على القناة أيضا عندنا صفحة المركز القوم على صفحة الكفر وده اللي بيبقى عليها كل الأشياء والأخبار ويبنزل عليها الفيديوهات أيضا اللي بنزلها كل يوم على قناة المركز من الساعة 3 إلى الساعة 6 كل يوم عندنا صفحة متخصصة بنزل علىها إزدارات تفشة إزدارات المركز القومي إزدارة وبنزل كل يوم أربع كتاب بيدي إخ مدينة لأفطال مصر والعالم العربي أيضا لمن يود أن يخش كل داي دكتور أحمد تحت أول محور وهو منصات التواصل الاجتماعي نعم والحاجة الرابعة هي موقع المركز القومي للساعة ونقشنا مع معامل وزيرة كمان اللي احنا هنجدد ونجدد بإن احنا نجدد كمان اللغة بتاعه ونطور في أداء وشكله علشان يبقى منصتنا جاهدا لأن احنا لن نتخلى عن هذه المنصة سواء في كورونا أو ما فيه كورونا لأنه دي بقية آلية في هذا السفل المصري والعربي والعالمي وننطق بالعربية في أي مكان احنا شغالين على دا المحور الثاني هو الأنشطة بقية الفعالية اللي احنا بنقيمها في الحديقة الثقافية بالسيدة زيند وبنقيمها في مقر المركز القومي للقومي للقومي للغرم بالجيزة بدينة الفنون وأيضا القوافل الثقافية اللي هي تحت المسمعينة اللي احنا بنتحرك بيها للمحافظات القريبة والنقي أيضا والشدودية يعني احنا لست راجعين من الوادي الجديد من قدة أشهر واجعين من الفراسرة والأنشطة بتاعنا المتواجدة في الحديقة الثقافية عندنا برنامج اسمه جمعة وسبت أجازة من الساعة أربعة للساعة تتعة كل يوم جمعة وسبت مجانا بنقدم في هزين اليومين الأربوز وبنقدم الساحر وبنقدم مصلحيات وبنقدم المصلح السود وبنقدم ورش وبنقدم قرآن سلام أذاني وبنقدم فنون شعبية واستعراضية وأيضا بنقدم الورش الفنية وأيضا سينما الأطفال وهو وفعلا يا دكتور محمد زي ممكن حضرتك ما قلت منصات التواصل الاجتماعي خدت كثير من الطفل فأكيد الأطفال وثقافة الطفل بشكل عام بتحتاج أن هي ترجع تتفرج تاني على الحاجات اللي حضرتك بتتكلم فيها يعني أنا للأسف وقت قصير يا دكتور محمد كنت عايزة أعرف من حضرتك تفاصيل أكتر متعلقة بثقافة الطفل على كل حال دكتور محمد عبد الحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإضاحات